خلايا جهاز المناعة بتختلف وظائفها بحسب أماكن وجودها جهاز المناعة جماعة الخلايا بتاعته لا يمكن تتخيلوا التعقيد اللي هي فيه يعني ده فيه على سبيل المثال يعني فيه حاجة اسمها T-cells T حرف T T-cells خلايا T الخلايا T دي لوحدها خلايا T بس كده دي نوع من آلاف الأنواع تمام في منها نوع بيخطط بيخطط للهجوم ما بيعملش حاجة غير انه يخطط خلا وفيه نوع بيهاجم يعني فيه حاجة اسمها T-cells و T-cells خلاص كده وعشان كده لما بنقول ان خلايا جهاز المناعة لها وظائف بتختلف بحسب أماكنها يبقى مهم نعرف بقى أماكن جهاز المناعة في جسمنا مش احنا لسه في بداية الحلقة قلنا هي فين بقى المناعة دي اعرفنا وظيفة المناعة بس هي فين بقى يعني في دراعي في بقي في سدري في رجلي في قلبي المناعة دي فين بقى عشان عشان نبقى عارفين يلا اعرفوا بقى معايا أماكن جهاز المناعة في جسمنا فين واحد سطح الجلد كله كل جلدنا ده عليه خلايا ليه علاقة بالمناعة أو خلايا مناعة خلاص ده مثلا مثلا يعني خلايا الجلد دي أو سطح الجلد قصدي فيه خلايا معينة للمناعة اسمها فاجوسايتس الفاجوسايتس دي حرفيا حرفيا بتاكل المايكروبات يعني عارفين شفتوا ده ازاي كده المايكروبات تروح وكلاء ما بتتفاهمش في الجلد خلوا بالكم اللي أنا بقولوا ليه بقى لان مهمة قوي لما نعرف خلايا المناعة فين نحافز قوي احنا مفروض نحافز على جسمنا كله لكن نحافز قوي على الاماكن بقى اللي فيها خلايا المناعة يبقى لازم نهتم بالجلد بتاعنا نهتم بالجلد بتاعنا ايه؟ بالنظافة والاستحمام وان لو جلنا حاجة في الجلد كده نعالجها وهكذا يبقى اول مكان بتتواجد فيه خلايا المناعة سطح الجلد كله خلايا المناعة موجودة كمان في كل فتحات الجسم وده منطقي لان لو فكرتوا كده هتلاقوا ان فتحات الجسم دي عبارة عن ايه؟ هي الممرات اللي ممكن يدخل منها للجسم اي بكتيريا او فيروسات او فطريات او طفايليات طيب الفتحات او الممرات دي فين؟ في الفم والانف وفتحة الشرج تالت اماكن يتواجد فيها خلايا المناعة هي العقد اللينفاوية والعقد اللينفاوية دي عايز اشرحها لحضراتكم هقول لكم العقد اللينفاوية دي هي اللي لما بيحصل فيها التهاب بتجبر في الحجم وفي الثقافة الشعبية المصرية الجميلة يقول لك ايه؟ ده فولندا طليع له حيل او ده نطلع لي حيل وارا ودني او طلع لي حيل تحت باطي او طلع لي حيل في فخدي كده من فوق نعرف على طول يعني دي من العلامات برضو الرهيبة في الجسم البشري ان ممكن تبقى انت مش حاسس قوي ببداية الالتهاب ده لكن بمجرد الالتهاب ده يحصل بدرجة معينة يقوم يحصل كبر في حجم العقد اللينفاوية تمام؟ العقد اللينفاوية دي اصلا اصلا احنا مش حاسين به يعني احنا مش حاسين بوجودها خلاص لكن لما بيحصل فيها التهاب ده معنى كده ايه؟ ان هذا الجسم به فيروس او بكتيريا ما فين بقى موجودة العقد اللينفاوية دي؟ موجودة في اماكن مختلفة زي ايه؟ زي تحت الفك السفلي شوفوا انا بحط ايدي اهو في الفم طبعا يعني ادي الفم اهو تحت الفك السفلي يعني تحت الدقنة على طول اعلى الرقبة ومنطقة الرقبة اهي خلاص وتحت الابطين زي ما قلنا تحت الباط اليمين واليسار واعلى الفخد من الداخل يمين وشمال الحتة دي بنسميها في الطب الجروين اللي هي نقطة التقاء يعني الجسم البطن يعني مع الفخت الخط ده كده اللي هو اعلى حتة في الفخت من ناحية جوه سواء يمين او شمال دي فيها عقد لنفوية او منطقة خلف وامام الازن تمام؟ دي برضو من الاماكن اللي فيها العقد اللنفوية اللي هي مركز من مراكز المناعة في جسمنا طيب رابع الاماكن اللي بتمثل جهاز المناعة هي مناطق بقى بس اسمها ايه بقى مش العقد اللنفوية اسمها الانسجة اللنفوية مختلفة تماما في التركيب وفي الحاجات دي كلها الانسجة اللنفوية دي اشهرها ايه؟ اللوز اللوزتين عشان كده بتسمعوا دايما الدكاتر يقولك ايه ما بنشلش اللوز على طول لان لهم وظيفة في المناعة اللوزتين لكن مش بس اللوز هم الانسجة اللنفوية اللي في الجسم طيب ايه تاني الانسجة اللنفوية في الجسم واللي فيها مراكز مهمة جدا لجهاز المناعة ومهمة جدا بتؤدي دور مهمة جدا جدا ولازم نبقى احنا عارفين الاماكن دي زي ما قلت من شوية ليه علشان نحافظ قدر المستطاع ونحمي هذه الاماكن سواء ان احنا ما يحصل لهاش التهابات كتير او انه لما يحصل فيها حاجة نعليجها على طول اشتركوا في القناة